وتنضم إلينا مباسرة من بغداد النائبة السابقة في البرلمان العراقي والسياسية الكردية المستقلة سروى عبدالوحد سيدة سروى أرحب بك معنا إلى هذه النشرة إذن أعود وأسأل عن وجهة نظرك بشأن الخلافات بين بغداد وأربيل سيد سمير هورامي قبل قليل كان معنا في لقاء وقال بأن الجانب الكردي سلم بغداد الأرقام الصحيحة لموظفيه بالإضافة إلى الأرقام الصحيحة للكميات المصدرة من النفط إلا أن هناك لا تزال أطراف في بغداد تجهل هذه الأرقام هل تتفقين مع هذا الحديث؟ مساء الخير تحية لك ولمشاهديكم الكرام طبعا مع الأسف حكومة أقليم كردستان أودت الشعب العراقي بشكل عام وأقليم كردستان بشكل خاص على نشر بعض معلومات غير دقيقة ما نشهده من الخلافات بين أربيل وبغداد سببه هو عدم وجود تقارير حقيقية لدى بغداد وهذا ما كنا نبحث عن هذه التقارير إن كان موجودة في بغداد أم لا لم نجد أن يكون هناك تقارير رسمية الشركة الوطنية للنفط تتحدث أو وزارة النفط العراقية تتحدث عن أرقام صادرات نفط أقليم كردستان وأقليم كردستان يتحدث عن أرقام أخرى هناك تباين بين هذه الأرقام كل ما يتحدثون به اليوم هو غير دقيق صحيح هم مسجلين أكثر من مليون ومئتين ألف موظف في أقليم كردستان لكن عدد كبير من هؤلاء هم من لديهم أكثر من راتب وقسم من عددهم فضائيين وهناك حتى داخل المتقاعدين من لم يعملوا يوما في مؤسسات الحكومية وتم تقاعدهم برتب آلية كوزير وكلواء في ظل هذا التقاطع بين بغداد وأربيل في الأرقام المزودة من قبل أقليم كردستان إلى بغداد سيدة سروة برأيكي بماذا سيخرج الوفد الكردي المتواجد حاليا في بغداد للسيطرة على الأزمة في السليمانية صحيح هو بداية الأزمة في سليمانية بسبب الرواتب لكن بعد الاعتقالات والقتل واستخدام العنف وكل ما يحدث لا أعتقد فقط موضوع الرواتب سيحل هذه الأزمة في أقليم كردستان اليوم مطالب المتظاهرين كانت لإسقاط الحكومة ورحيل هذه الحكومة الفاسدة التي تقتل مواطنيها في أقليم كردستان أنا باعتقادي أن القوى السياسية العراقية اليوم غير قابلة بدفع حتى نتحدث عن واقع موجود هذه المطالبات والاحتجاجات قد تكون موجودة في السليمانية أقضية السليمانية في حلبتة لا يوجد مثل هكذا تظاهرات في دهوك وأربيل أولا هناك المشكلة في سليمانية رغم موجود قمع واعتقالات وكل ما يحدث في سليمانية إلا أن أهل سليمانية لديهم جرأة أكثر ولا يقبلون بالظلم والقهر لماذا هذه الجرأة أكبر سيدة سروا؟ يعني التأريخ السليمانية هو هذا سليمانية كل الثورات بدأت من سليمانية ثورات الكردية حتى تشكيل الأحزاب السياسية الكردية من حزب الديمقراطي وحتى قبل حزب الديمقراطي وكان تأسيسها في سليمانية طبيعة أهل السليمانية طبيعة معارضة وما يقبلون بالظلم لفترات طويلة ولكن الطرف الآخر سيدة سروا يشكك بأن هناك بعض الأحزاب التي حفت هذه الاحتجاجات على الاندلاع لتستفيد سياسيا يعني على العكس هذه المرة والتظاهرات كانت تظاهرات عفوية للشعب لم يكن هناك أي حزب داعي لهذه المظاهرات لكن كل ما هناك حركة جديدة ساندت التظاهرات وبعد ما حدث كل هذه المشاكل فكحركة معارضة في إقليم كردوسان لها الحق أن تدعم مطالب المتظاهرين هذا كل ما حدث لكن الشارع هو أفوي خرج لهذه المظاهرات تراكمات الأخطاء السياسية في إقليم كردوسان لمدة ثلاثين عام هذا اليوم هو نتيجته الاعتراض والتظاهرات وعدم القبول بهذه السياسة في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع وواقعي بين أربيل وبغداد كيف تنظرين إلى الشرع المتظاهر هل من الممكن أن تتسع هذه التظاهرات لجشم الأربيل ودوهوك أم أن الوضع سيسيطر عليه من قبل الحكومة في إقليم كردوسان برأيك؟ أنا باعتقادي أن إذا لم يتم معالجة هذا الأمر بشكل سريع وفوري ستتطور هذه التظاهرات لتشمل أربيل ودوهوك طبعا لا ننسى هناك عدد من الشباب في قصر ناحية قصرية تابعة لمحافظة أربيل تم اعتقالهم منذ أربعة أيام لأنهم أرادوا أن يخرجوا في مظاهرات وهناك اعتقالات كثيرة في دوهوك وأربيل لهذا هذه الاعتقالات ما راح تستمر سيأتي يوم وسيتحرك المواطن من جميع المحافظات وسيكون هناك مظاهرات عارمة في كل المحافظات يعني القمع اللي يصير ما راح يكون أكثر من قمع صدام حسين لكن المواطنين الكرد لم يسكتوا عن هذا القمع أمتنى لك كثيرا على الحضور معنا مباشرة من بغدر